علامات الولادة المرحلة الأولى ويتم فيها التقلصات القوية المنتظمة والمتزايدة بشكل تدريجي إلى حد بره كل 3 إلى 5 دقائق يتم توسع في عنق الرحم يصل إلى حد 10 سنتيمتر هذه المرحلة مدتها ما بين 10 إلى 12 ساعة وقد تكون أقل عند الأمهات اللواتي أنجبنا سابقاً في المرحلة الثانية تبدأ بالتوسع الكامل لعنق الرحم ويتم فيها دفع الطفل في قناة الولادة وتستمر هذه المرحلة ما بين ساعة إلى ساعة ونصف وقد تكون أقل عند الأمهات اللواتي أنجبنا سابقاً وتنتهي هذه المرحلة بولادة الطفل في المرحلة الثالثة تكون خروج المشيمة مع الأنسجة المرافقة لها وقد يحدث تمزق بعد خروج الطفل يحتاج عمل غرز جراحية بعد الولادة تستمر هذه المرحلة ما بين 15 إلى 30 دقيقة ألام الولادة والتعامل معها يتم التعامل مع ألام الولادة عن طريق المساج الحمام الدافئ بالإضافة أيضاً إلى التمارين الرياضية وهناك أيضاً وسائل دوائية للتعامل مع ألام الولادة وتسكينها وهي عبارة عن استنشاق غاز أكسيل النيترس الذي يتم بوضع قناع على الأنف والفم أيضاً بإعطاء الحقن البتدين العضلية وحقنة أسفل الظهر التي تعطى في منطقة فوق الجافية والتي عادة تعمل على التخلص الكامل من ألام الولادة اشتركوا في القناة